بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبل اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا ويسعدنا أحبة أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الرحمة الفضائية على أن نجيب عليها لاحقا بإذن الله عز وجل هذا ومن الأسئلة التي وردت إلينا أنا بنت عمري أربعين سنة عملي طبيبة نساء طلبني شخص متزوج وعنده ولد وبنت عن طريق طرف ثالث وأهلي رفضوا زواجي منه لأنه عقيم لكن طبيا ليس عقيما لكن ممكن يتم الحمل عن طريق الزر وعمل عينة تجميد في مركز العقم هل لأهلي حق الرفض لأن أبي متوفي منذ عشرين سنة أقول بالله التوفيق الأمر في هذه المسألة يتعلق بالفتاة نفسها فإذا وجد عيب في الرجل يخص كمال الاستمتاع أو مسألة الخلفة الذرية وكذلك في البنت أو المرأة يخص كمال الاستمتاع أو يخص الذرية فيجب إخبار الطرف الثاني به وإذا وافق الرجل على المرأة مع العيب أو المرأة على الرجل مع العيب فالأصل إذا كان مناسبا ولا يوجد أشياء أخرى تدعو إلى الرفض أن يوافق عليه فهي التي تختار سيما وأنها وصلت إلى أربعين سنة وتحتاج إلى أن تتزوج فعند إذن لا يصح عضلها وإذا وافقت يجوز إلا أن يكون هناك اعتبارات أخرى يرونها فعند إذن ينظر وطالما الوالد متوفي ينظر هل الموجود العم الأخ أولا أم العم فهذه الحالة ينصح ويبين له أن طالما البنت موافقة ليس هذا سببا طالما ما فيه سبب آخر فتكلمي مع أوليائك هكذا إن زننتي أن الولي أوليائك لأن الأب ليس موجود يعضلونك يعني مش هميمهم أو مش عايزين يجوزوك مطلقا فعند إذن بتسقط الولاية وتنتقل إلى أقرب ولي إذا كانوا كلهم على نفس الطريقة فقد قال رسول الله سلم السلطان ولي من لا ولي له لكن بالنسبة لما يتعلق لهذه المسألة فلعل عندهم إشكالية في مسألة عقمه وهم خوفا عليك فهذا يحل بالنقاش هذا يحل بالنقاش فناقشيهم وحاولي معهم بارك الله فيك يسر الأمر وبيلغيه من ناحية الشرعية طالما أنت موفقة الأصل من هم يوفقوا إذا ما كانش فيه سبب آخر للرفض والله تعالى أعلم وإن صحيهم كذلك بموضوع كبر السن وإن فرص الزواج بتقل مع كبر السن فلا يضيع عليك هذا أنا ليه هاتف في نفسي إن أدعى على شخص وأتمنى أن يعدس له شيء وحش وأنا بكون زعلانة من قلبي إن هذا الشيء في نفسي هل سأحاسب على ذلك هذا الهاجس علينا أن نتغلب عليه ولا نستسهله لأن الأصل إن الإنسان يرتقي لو بنا بنا شخص ده زعل لو ارتقينا إلى مقام العفو كان أفضل حتى لو في مظلمة الإنسان إذا دعا يقول ربي إني مغلوب فانتصر فيدعو بقدر مظلمته لا يزيد على ذلك فإذا كان الأمر لا يتعلق كذلك بمظلمة وإن الإنسان إحنا بنحب شخص فنتمنى أن يحصل له أشياء وعشة فلا ينبغي أن يحدث ذلك لكن من حيث القث فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل فطالما أنك ما أسطرش على العمل أو على الفعل ليس عليك إثم ولكن عليك أن تتغلب على هذا لأن لو استسهلنا هذا الهاجس وإننا نتمادى معه في التفكير سيصل إلى العمل وعند إذن يقع الإنسان في شيء سيء ثانيا إن الهاجس اللي معلوهش الحساب هو إنه يهجم علينا فنستعيز بالله ونصرفه أما الذي نفكر فيه ونحاول أن نستطيل معه يصل إلى عزم القلب وعزم القلب يحاسب عليه الإنسان فلا ينبغي الإنسان أن يحمل حقدا أو حسدا على الآخرين فعند إذن خلاصة المقام إذا كان سبب حقد أو حسد علينا أن نتخلص منه لأن هذا يحاسب عليه إنسان إذا كانت هواجس وفقط لا نتمادى معها ونستعيد بالله من الشيطان الرجيم وليس علينا إثم والله تعالى أعلم أنا كنت عاوزة ألبس النقاب وأنا بحبه جدا بس أبيه مش موافق ويما جبت النقاب البيت والبست وجربه أخي أشفني وقال لولدي فضربني ضربا شديدا قال لي مش هتلبسي أقول بالله التوفيق عليك أن تتعامل مع الوالد بالحسنة وتقنعيه بالحسنة شيئا فشيئا وإن شاء الله يشرح الله صدره شيئا فشيئا بلغي وقولي وقولي له أيها الوالد أو يا أبي يا أبي هذا زي نساء النبي صلى الله عليه وسلم زي بنات النبي صلى الله عليه وسلم انتثال لما ورض في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرف هو شعار من شعائر الإسلام من شعائر الإسلام أن تسير المرأة ترفع زي أو شعار نساء أو لباس أمهات المؤمنين وتسير به ونساء الصحابة فهذا فضل وهذا عطاء وأجر أجر في الطريق وأجر في العودة كذلك لا تفتن ولا تفتن وصيانة للمرأة وحفظ للمرأة وشيئا في شيئا باللين مع الوالد فقد يكون عنده شبهة أو يخشى عليك من شيء ما أو عنده بعض الهواجز فمع اللين والصبر والكلمة الطيبة وحسن البر إن شاء الله يشرح الله صدره لهذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى ولتخبريه بأن الأصل أن الطاعة في المعروف والأمر بترك المعروف لا تجب فيه الطاعة فيا أبي أريد أن أكون دائما طائعة لك وأن تعينني على طاعة الله وكذلك سيسأل الأب عن أبنائه وعن بناته الله عز وجل قال مبينا أهمية هذه المسألة وأن الأب من الأمور التي ينبغي عليه أن يضعها في حسبانه أنه مطالب أن يأخذ بيد أبنائه إلى بر الأمان في أمور الدين وأمور الدنيا أمور الدين وأموري وأمور الدنيا قال الله يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإذا رأى الأب في ابنته إقبالا على الحجاب وإقبالا على طاعة الله عز وجل وعلى مزيد من الطاعة حتى لو كانت سنة حتى لو كانت سنة فليعنهم على ذلك يعن أبنائه على ذلك لا يقف عائقا بينهم وبين الطاعة الطاعة تجعلهم يبروك يجعلهم ينفعوك في الدنيا وفي الآخرة والعكس بالعكس أصدر الله أن يهدين وإياكم سبول السلام ماذا أفعل إذا وجهت رجلا حاسدا أو قابلت رجلا حاسدا معروفا بالحسد وحصلت منه أشياء كثيرة هل أصله إن كان من صلة الرحم أم أقطع الصلة أقول بالله توفيق الحاسد لا يضر إلا نفسه وهناك شخص حاسد وشخص عائن الحاسد هو الذي يتمنى زوال الخير أو النعمة من عند غيره والعياذ بالله حقدا وحسدا والعائن بطبيعته لما ينظر هكذا فينصح العائن والحاسد أن يبرك وأن يذكر اسم الله إذا رأى ما يعجبه ونحطاط منه بأن لا نذكر له النعم المستجدة لا نذكر له النعم المستجدة ونكون حريصين على قول الأذكار وإذا كان من القرائب فنصله بالقدر الذي لا يحدث منه الحسد بأن لا نخبره على الأشياء المستجدة وتكون العلاقة هامشية نوعا ما هذا إذا كان ذلك يقينيا أما إذا كان وسوسة أو ما شابه أو ظن فالظن لا يغني من الحق شيئا ولا نسير وراء الأهواء والظنم فالأصل خلاصة المقام أننا نحصن أنفسنا بالأذكار ونحطاط بالاستعانة على إنجاح الحوائج بالكتماني أمام هؤلاء ثم ونتعامل بأصل الصلة دون الدخول في تفاصيل الحياة الشخصية لتوقي ذلك والله تعالى أعلمه أنا متزوج من 12 سنة زوجي شخص مهمي لي ولأولادي كما أنه مدمن للمغدرات وأغرقني بالديون لكي أنفق على أولادي واقترت مالا لأنفق على أولادي وأخذ المال وصرفه على المخدرات وأخشى على أطفالي منه فطلت الطلاق وأسرتي رفضين أني أخذ أطفالي معي بعد الطلاق وأنا لا أطيق العيش دون أولادي ماذا أفعل أقول بالله التوفيق أقول بالله التوفيق إذا كان هو يؤثر عليك في دينك ودنياك وكما وضح أنه مدمن إذا كان لا يوجد سبيل إلى إصلاحه وإلى معالجته وإصلاح البيت ففي هذه الحالة أنت بالخيار يعني الأصل الذي ننصح به دائما لو في سبيل الإصلاح وللعلاج نفعل ذلك لو لا يوجد سبيل إلى ذلك وفي فساد ويؤثر على دين المرأة لأن بهذه الأفعال وكذلك على النفقة ففي هذه الحالة لها أن تطلب الطلاق ولا إثم عليها في هذه الحالة لأنه لا ينفق عليها بل يأخذ مالها بل يجعلها تستديل ففي هذه الحالة إذا كان هناك سبيل أنه ينفق على أسرته ويصلح الحال الحمد لله يصلح حاله يعني الحمد لله إذا كان لا يوجد سبيل أنت بالخيار إذا اخترت التطليق فلا إثم عليك لا تطلق له الأولاد لأن الأولاد مسؤولية ويجب تربية الأبناء وفي مرحلة الصغر الحضامة في الأصل بتكون مع الأم وكذلك إذا كانوا مع الوالد وهو بهذه الحالة فسيضيع أبنائه فإذا ظن المرأة أن زوجها يضيع الأبناء عليها أن تأخذهم وتحيطهم بالرعاية فالمرأة رعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فعند إذن خذي أبنائك والله عز وجل ينزلكك من فضله بإذن الله سبحانه وتعالى رسالة إلى جميع علماء المسلمين لماذا السكوت على ما يقعد إخواننا في غزة من قال أن العلماء سكتوا غفر الله لنا ولك أيها السائل من قال أن أهل العلم سكت أهل العلم تكلموا وكانت هناك حلقات وحلقات تكلمنا فيها عن وجوب النصرة المستضعفين وعن سبل النصر وأسباب النصر وطرق السبات وكذلك الأمور التي يجب أن يفعلها المحبوس عن نصرتهم وما الذي عليه أن يفعله إلى غير ذلك فاتهام العلماء بالسكوت هذا سوء ظن أو لأنك لا تتابع أو لتريد أن تسمع ما في هواك وفقط فلا ينبغي أن يظن هذا بأهل العلم أهل العلم تكلموا وبيّنوا والعلماء إذا تكلموا تكلموا بعلم إذا سكتوا سكتوا بحلم وعلم أيضا تتكلموا وبيّنوا بوجوب النصرة وكيفية النصرة أمور النصرة حلقات في ذلك وحلقات لجميع العلماء في هذا الأهل العلم يتكلموا من قال هذا وغفر الله يناولك يعني حتى السائل لم يقول بعض الناس يسكتهم مثلا أو بعض العلماء إنما عمّم جميع العلماء سكتهم هل هذا كلام يُعقل كلام يُعقل أن يقول أن جميع العلماء سكتهم هذا كلام غير صحيح بالمرة طبعا تابع وانظر الإنصاف مطلوب ومن كمال الإيمان الإنصاف من نفسك كما في أطر عمّار أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المصلعفين في غزة أسأل الله أن ينصرهم وأن يفرج عنهم اللهم طال بهم البلاء ففرج عنهم ما هم فيه اللهم طال بهم البلاء ففرج عنهم ما هم فيه اللهم انصرهم نصر مؤذر وعليك بعدويك وعدوهم يا أرحمة الرحمن أنا بأعمل استطلاعات رأي تجميعي رأي الناس في المواقع اللي بأعمل فيها بيفرض عليها سن معين وبدخل علشان أخش الاستطلاع ده فغصب عني بكذب وبكتب السن اللي هم عايزينه عشان هم عايزين الاستطلاع يعني بيكون في سن معين بيعملوا استطلاعات رأي واللي يدخل يعمل استطلاع تقريبا على حزن ما هو وارد بياخد فلوس أو مكافآت فهو بيقول طلبين سن معين الاستطلاع فأنا بكذب وأكتب سن غير سني علشان أخش الاستطلاع وأخد الفلوس حلال له حرام؟ حرام قال رسول الله من غشة فليس منا وكمان بتبوز الاستطلاع الرأي ان الاستطلاع ده الرأي اللي بيعمله استبيانات ده علم الاستبيانات ده علم حاجة في الإحصاء كده وبتكون مبنية على أسس وأشياء معينة وما يكون مطالب فئة عمرية معينة دي الاعتبارات كتيرة لاي جزء يفعل هذا بيبوز الاستبيان من نحزن وبيأخذ مال لاي حق له من نحياتهم الأخرى وغشاش من غشة فليسة منا والمال اللي أخذوا من هذا حرام علي أن يتخلص منه وتصدق بها الفقراء والمساكين عندي مسألة خاصة بحلف يمين الطلاق مع النفس متكرر جدا معايا هنا إذا كان الإنسان موسوس وبيظن أنه هو أنه هو تلفظ بيمين الطلاق وعنده وسوسة لا يلتفت إلى الوسوسة لا يلتفت إليه نوضح أنه في وسوسة لا يلتفت إليه والأصل إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل فعندئذن الوسوسة لا يلتفت إليها لكي تزول عنك واليمين لا يكون يمين الطلاق إلا إذا تلفظت به وتكلمت به لكن مع النفس هذا لا يعتد به ولا تستجب للوسوسة لكي تذهب عنك والله تعالى أعلم أنا تزوجتي في سن 19 سنة وكان أرسي قبل رمضان بأسبوع وفي رمضان زوجي أصر علي أن يعشرني في نهار رمضان والعياذ بالله رفضت لكن عندما أصر علي وفقت ولم أكن أعرف حكم هذا الفعل والآن عرفت الحكم وندمت وأخرجت فلوس لجمعية من أجل الإطعام لكن رغم ذلك هذا الذنب يعذبني هل هذه الفلوس تعتبر كفارة؟ هنا واضح من سؤالك أن أنت في الأول كنت عارف أنه حرام لكن مش عارف الكفار امتنعت لأنه في الرمضان لكن لما طلب منك بمزيد مش رغما عنك وإنما أصر فوفقتي فنهاية الأمر أن خلاصة هذه المسألة أنه تمت المعاشرة في نهار رمضان بالموافقة وأرجح الأقوال في هذه المسألة أنه إذا تمت المعاشرة في نهار رمضان بالموافقة بين الرجل والمرأة عليهم أولا التوبة لانتهاك حرمة الشهر بالفطر وهذا من الكبائر فانتهيك حرمة الشهر ليس أمرا هينا الأمر الثاني بعد التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة فعل الكفارة والكفارة صيام شهرين متتابعين فصيام شهرين متتابعين إذا كنا لا نستطيع صيام شهرين متتابعين يعني لا ينفعش نقول إيه أنا بخرك كده وخلاص لكن الأصل صيام شهرين متتابعين إذا كنا لا نستطيع صيام شهرين متتابعين لمرض أو ما شابها فعند إذن ننتقل إلى إطعام ستين مسكينة إلى إطعام ستين مسكينة فهذا هو فالقادر على الصيام عليه أن يصوم صيام شهرين متتابعين يعني لو صام تسعة وخمسين يوم وأفطر الستين يرجع يجيب الشهرين من الأول بدون عزر أما بعزر يكمل عادي فالأصل إذا كنا نستطيع صيام شهرين متتابعين نصوم إذا كنا لا نستطيع لمرض أو ما شابها ففي هذه الحالة ننتقل إلى إطعام ستين مسكين هذه الكفارة والكفارة تذهب الأثر بإذن الله عز وجل مع العزم على عدم العودة إلى هذا مرة أخرى هل يجوز إعطاء الصدقة للإبن؟ في فرق بين الزكاة والصدقة أما من حيث الصدقة فيجوز أما الزكاة فالأصل إن الأب يعين ابنه من مال لتظلم أنه هو ميسور هذا هو الأصل أما إن كان من عموم الصدقات فلا بأس والله تعالى أعلم هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده له الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن وما كان من خطأ أو زل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله من الأذكاة وقبه وأنساه وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته